في خطوة الميشانها تزيد من شعبيته في أوساط المهاجرين مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية قررت دارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سمح للمهاجرين الشباب غير الشرعيين بالبقاء في الولايات المتحدة لفترة أطول مما سيرفع شبح الترحيل عن الشباب الذين يشعرون بقلوبهم أنهم أمريكيون خصب ما أكده أوباما مساء الجمعة في البيت الأبيض وقال الرئيس الأمريكي هذا ليس عفوا هذه ليست خاصنة هذا ليس طريقا للحصول على الجنسية ذلك ليس خلا دائما إنه إجراء مؤقت لسد الفجوة ما سيسمح لنا بتركيز مواردنا بطريقة حكيمة بينما يعطي قدرا من الارتياح والأمل لشبان الموهوبين الوطنيين ووصف أوباما هذه الخطوة بأنها لا تمثل خلا دائما لإصلاح نظام الهجرة وخث الكونغرس على تجديد قانون جريم الذي اقترحه سلفه جوج بوش وأدان الجمهوريون الذين يتبنون موقفا صارما من الهجرة غير الشرعية الإجراء على الفور وصفين أيها بأنه ميل إلى أصوات اللاتينيين لكن في المقابل رحب المهاجرون الشباب غير الشرعيين بهذه الخطوة نحن هنا لأنهم بحاجة إلى معرفة أننا لن نترجع لأننا حصلنا على هذا المكسب نحن مازلين ننتظر تحقيق الهدف من قانون جريم والهدف من إصلاح نظام الهجرة من المحتمل أن يفلت خوالي 800 ألف مهاجر شاب دخل الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية عندما كانوا أطفالا من الترحيل بمجابل إجراء الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر